السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي مشاهدين مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا مساء أجواننا اليوم أجواء معتدلة في الليل درجات الحرارة الصغرى متوقع أن تتراوح ما بين 24 إلى 26 درجة مئوية لا تزال أجواء حارة في النهار كذلك قد تصل درجات الحرارة ما بين 41 إلى 44 درجة مئوية مقارنة مع الأيام التي تلاحظ أن هناك في انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بشكل عام الأجواء الحالية في مدينة الكويت سماء صافية بشكل عام سرعة الرياح 7 كيلومتر في الساعة شمالية شرقية درجة الحرارة الحالية 42 درجة مئوية رطوبة نسبية 12% الرئيسة وفقية لا تزال جيدة تتجاوز 10 كيلومتر دورة الكويت تتأثر في أنظمة جوية ضعيفة هناك منخفض جوية على جنوب شبه الجزيرة العربية ضعيف تأثير على الكويت أدى إلى استغرار الطقس بشكل عام وكذلك استمرار في رياح الشمالية الغربية في النهار تتحول الرياح متقلبة للاتجاه خفيفة سرعة مع بداية دخول الليل الأجواء متوقعة في منتصف هذه الليلة بمشيئة لا أجواء حارة نسبيا في المناطق الغربية من دولة الكويت متوقع أن تصل درجة الحرارة في منتصف هذه الليلة 29 درجة مئوية مع رياح متقلبة للاتجاه خفيفة سرعة لرياح جنوبية غربية خفيفة سرعة تتراوح من 5 إلى 25 كيلومتر في الساعة درجات الحرارة في المناطق الساحلية بشكل عام متفاوتها ما بين 30 إلى 32 درجة مئوية مع استمرار الرياح الغربية ستعدي إلى انخفار نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية وكذلك الجزر مع بداية الدخول ساعات صباح الأولى من نهار يوم الغد متوقع أن تكون درجات الحرارة في المناطق الصحراوية والشمالية الغربية 26 درجة مئوية في الشيقاية والسالمي قد تقل إلى أقل من 26 في المناطق الشمالية الغربية المناطق الساحلية بشكل عام متفاوتها ما بين 29 و30 درجة مئوية مع استمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة السرعة على المناطق الغربية المناطق الشرقية بشكل عام اعتدال في سرعة الرياح قد تصل إلى 25 و30 كيلومتر في الساعة من بداية منتصف نهار يوم الغد نراحظ اعتدال في سرعة الرياح ونشاط نصبي في المناطق الشمالية الغربية قد يثير بعض الأتربة والأغبار متوقع أن تنخفض مدر رفقية إلى 6 و7 كيلومتر في الساعة استمرار الرياح الشمالية الغربية في نهار الغد كذلك درجات الحرارة العظمى وتوقع أن تكون في أواء الأربعينات في مدينة الكويت 42 مناطق الساحلية 39 إلى 40 درجة مئوية الأجوال البحرية بشكل عام خلال 2 الساعة القادمة أجواء معتدلة مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية التيارات المائلة تزال ضعيفة أو قوية في فترات الحمل متوقع أن يتراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 4 أقدام أذان فجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 24 دقيقة موعد شروق الشمس الساعة 5 و40 دقيقة موعد أذان المغرب الساعة 5 و39 دقيقة بالنسبة للتقص المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة لا أجواء معتدلة حارة في نهار معتدلة في الليل استمرار في الرياح الشمالية الغربية طول عطلة نهاية هذا الأسبوع وكذلك الأسبوع القادم قد تصل سرعة الرياح إلى 35 كيلومتر في الساعة درجات الحرارة الصغرى ما بين 24 إلى 25 درجة مئوية أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة ولنأخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية